لمعرفة التفاصيل ماذا يجري في الجنوب اللبناني تنضم إلينا من هناك مراسلة الحدث ناهد يوسف أهلا يناهد تفضل الكلمة لك لتطلعين على مزيد من التفاصيل تهاني خلال ساعات الصباح كان الهدوء الحذر يخيم على البلدات الجنوبية ليخرق منذ بعض الوقت بالغارة التي ذكرتها والتي استهدفت بلدة كفر كيلة الحدودية استهدفت منزلا تحديدا في بلدة كفر كيلة وكان سبقها قصف مدفعي متقطع على تلك البلدة غير ذلك كان ساعات الصباح بالفعل هذا يمكن القول بأن اليوم حتى هذه اللحظة أهدأ من يوم أمس الذي شمل سلسلة عمليات متبادلة بين الطرفين بين حزب الله والجيش الإسرائيلي أيضا فجر هذا اليوم تحديدا عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل كانت هناك غارة على منزل في بلدة كفر حمام لم تسفر عن سقوط أو وقوع أي إصابات في تلك البلدة أو في تلك الغارة يعني اليوم كما ذكرنا الأهداء حتى الطيران الحربي الذي عادة ما نسمعه طيلة الوقت وخصوصا يوم أمس طيلة ساعات الليل والنهار كان يحلق على علوم منخفض في ساعات الليل كان يرمي بالونات حرارية فوق كل البلدات الجنوبية مع تحليقه المنخفض اليوم غاب هذا الطيران حتى هذا اللحظة يوم أمس كان هناك عدد كبير من الغارات التي شملت بلدات عدة وكانت أبرزها استهداف السيارة في بلدة شقرة والتي أدت إلى مقتل عنصر من حزب الله وكان هناك بالتالي رد من حزب الله على استهدافه قاعدة جبل ناريا للمرة الأولى حيث هناك تتمركز قوة من لواء جولاني كان هذا الاستهداف يحصل للمرة الأولى وهو ما بتنا نشهده في الأيام الأخيرة عدد كبير من الاستهدافات لقواعد إسرائيلية ومستوطنات إسرائيلية تستهدف للمرة الأولى ردا على الاستهدافات الإسرائيلية التي توقع إصابات إن كان في صفوف حزب الله أو في صفوف المدنيين يعني عدد كبير اليوم أمس من العمليات التي شنها حزب الله خصوصا أيضا في ساعات الليل على كريات شمونة ولكن حتى هذه اللحظة اليوم لم تكن هناك أو لم يعلن حزب الله عن أي عملية لم نرصد إطلاق أي رشقات صاروخية باتجاه القواعد أو المستعمرات الإسرائيلية حتى هذا اللحظة طبعا مع التراقب لما ستحملها الساعات المقبلة خصوصا بعد الغارة الأخيرة التي نفذها الطيران الحربي على بلدات كفركلة طيب ناهد وريد ناسلك عن القرى التي تم إخلاؤها هل هناك أي إخطارات بأنه ممكن يعود إليها سكانها خصوصا أن هناك حديث على بعض التفاوض من جانب حزب الله وإسرائيل على إيقاف هذه الحرب حتى وإن كان هذا التفاوض غير معلن قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق نار لن تكون هناك أي إمكانية هاني لعودة الأهالي فالقصف الإسرائيلي لا يتوقف يوميا وهو يشمل معظم البلدات الحدودية لذلك ليست هناك إمكانية هي تعتبر مخاطرة بالنسبة للأهالي للقدوم خصوصا وأن الأخير العديد من الاستهدافات كانت تطال المدنيين أو تصيب المدنيين لذلك قبل أن يتم بالفعل التوصل لوقف لإطلاق نار حقيقي لن يعود هؤلاء الأهالي مع ارتفاع الصرخات طبعا بالنسبة لديهم يعني التسعة أشهر وهم في أماكن نزوح إن كان في مدارس أو إن كان في منازل لأقربائهم أو منازل استأجروها طالت طبعا فترة النزوح المساعدات بدأت حتى تخف من المنظمات الدولية التي كانت تقدم مساعدات للنزحين خصوصا الذين يبيتون في المدارس التي أقيمت لهم كمراكز للإيواء باتت حتى يعني هذه المساعدات قليلة جدا على حاجتهم لذلك طبعا الصرخات تتعالى من أجل وقف هذه الحرب ليعودوا إلى منازلهم رغم أن معظم المنازل خصوصا تلك التي على الشريط الحدودي باتت مدمرة آلاف الوحدات السكنية مدمرة وعدد آخر غير صالح للسكن بعد تضرر هذا المنازل لذلك أيضا الصرخة الثانية ستكون بعد وقف إطلاق النار إلى ماذا سيعدون ومن الذي سيقوم بإعادة الأعمار خصوصا يعني طبعا مع قدرة الدولة اللبنانية المحدودة جدا أو ربما يمكن القول المعدومة في مساعدة هؤلاء على إعادة إعمار منازلهم لذلك طبعا اليوم المطالبات الأولى هي بوقف إطلاق النار حتى يعني من جميع الأهالي حتى الذين يعيشون في هذه البلدات أو هم الذين كانوا ربما يؤيدون هذه الحرب بعد أن طالت فترة الحرب باتت صرختهم تتعالى بعد المعاناة التي يعيشونها منذ تسعة أشهر وحتى اليوم من جنوب لبنان مراسلة الحدث ناهد يوسف شكرا لك ترجمة نانسي قنقر